أحسن الله لكم هذا سلام يقول لقد تناولت دوائي بعد الفجر في رمضان وقضيت ذلك اليوم هل علي كفارة؟ لا الكفارة إنما تجيب بالجماع في أهار رمضان أما الإفطار بغير الجماع فهو يجيب القضاء فقط نعم أحسن الله لكم هذا سلام يقول ما حكم السواك للصائم خاصة بعد الزوال؟ صحيح إنه لا أعسى به للصائم بعد الزوال وقبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك مطلقاً ولم يحدد وأما حديث استاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشي هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم إنه يذهب خلوفاً من الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك نقول لا ما يذهب ما يذهب رائحة الصيام لأن رائحة الصيام ليست في الفم وإنما هي تخرج من المعدة عند خلوها من الطعام تخرج منها الروايح التي قد تكون مستكرهة من أثر الفراغ فراغ المعدة وهذا لا يذهبه السواك نعم